السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم صحابة عمني ايه? انا احمد شيطو. اه سبق قبل كده وكنت شرحت على القناة هنا ازاي تفاعل برنامج الاي دي ام او انترنت داود مانيتجر. بس طبعا يعني اليوتيوب اه شاف ان الفيديو ده مخالف بعد ما كان جاب مشاهدات كويسة جدا بصراحة. وحزف الفيديو وطبعا رزعني السرايك محترم. فبالتالي بدأت ادور على بديل يكون للاي دي ام لان الاي دي ام بصراحة يعني برنامج جميل جدا بس كمان هو مدفوع وكده فمش بينسبنا كلنا يعني لحد ما لقيت يعني افضل برنامج ممكن نسميه بديل للاي دي ام تمام ايه هو البرنامج ده ده يبقى موضوع حلقتنا هادا ان شاء الله هنشوف نحمله ازاي ونعمل كده تجربة تحميل من عليه بس يعني لو انت اول ما تشوفني سعيد نتشرك معي في القناة عن طريق زر السبسكراي بالموجود تحت الفيديو اديني اللايك حلو كده كومنت جميل زيك وابدون رغي كتير يلا بدينا عشان حاشة بدي اه طب يا جماعة الجناعة نطلقوا بعد الانترو كالعادة نخش عطوف موضوع الحد طيب بصوش انا هسيب لكم اه اللينك ده في صندوق الوصف ده لينك الموقع الرسمي بتاع البرنامج انت هتحمله هنا طبعا لو انت ماك او اه يعني لو اه قبل يعني او انت هو انس طبعا خلاف الويندوز ايه غضي عليه كده انا طبعا حمله مسبقا قبل كده مهم انت هينزل معك بشكل طبيعي جدا هو البرنامج مساحته صغيرة يعني البرنامج مساحته كام يعني ما جابش حتى واحد ميجا بايت المهم ده بيكليك على البرنامج كده انا اقول له مسلا كريت ماشي اه لو اعمل شرطة يعني البرنامج بس خلاص تثبت بصلا جماعة البرنامج يعني صغار جدا اه البرنامج ده اول ما تشغله معاك دي الواجهة بتاعته ما تلعبش في اي حاجة خالص فيه هو البرنامج متزبط ومتروأ وكل حاجة يعني حتى الاعداد بتاعته مش محتاجة تعمل فيها اي حاجة ولا حاجة خالص كل بس نحتاجين نعمله انت هتخش عندك هنا على تمام وهديجي مسلا هنا عند جوجه كوروم شوف بقى لو انت بتستخدم جوجه كوروم او فارفوكس او الميكروسوفت ايج الحسن انت بتستخدم ايه هنفطلت مسلا انت بتستخدم جوجه كوروم اضغط اللي هو اد كوروم اكستينشن دي وهديجي هتقول لنا الاضافة الى اضغط عليها بس هقول لنا اكستينشن تمام كده خلاص هي اضافت معانا وزارت معانا فوق هنا هي تمام طيب ده انا مسلا يا عامم شيس فلم ما باستخدم باستخدمش بічه كوروم انا مسلا واحد باستخدم بنفس الطريقة برضو اضغط على اد اكستينشن هيفتح لك الصفحة دي يقول له هنا اد تو Faire FOX هيتحمل معاك قل له هنا كده خلاص هو كده برضو تضاف معانا هنا اهو شغال معانا هنا اهو. طيب انا كده خلاص حملت الحاجتين دهما. برضوك نفس الكلام لو انت اللي هو يعني بس ما عطقتش حد بيستخدمه يعني. بس يبقى نفس الطريقة برضو. طيب ايه في بعد كده خلاص? وفي البرنامج عادي? مفيش اي مشكلة. طيب هنيجي مسلا هنا صفحة فيها ملف هو ده مسلا ملف او يعني فيديو. انا مسلا حابب احمله. احمله ازاي? تعال عليه هنا كده وقل له هنا. ده اللي هو ده. ده ده. 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 يحمل معنا. واخدوا بالكم كمان يا جماعي البرنامج ده مسلا ان هو بيدعم برضوك الاستكمال زي زي الاي دي ام. ويعني بيحمل برضوك باقصى سرعة. يعني اقصى سرعة عندك النت بيستحملها او يعني يقدر يحمل بيها. البرنامج بيسحبها. انا كان موصل معي هنا. يعني هو وصل الهو تلاته وشوية. انا يعني في التجربة بتاعة البرنامج كان موصل معي الاربعة وخمسة كمان يعني. تمام? اموكم برضوك تقول له هنا بوزة هو. موكم تبصي ايه في البرنامج خالص. تعال افتحه تاني. هتلاقي البرنامج هتلاقي يتجيبه من تحت من هنا كده. ده عليه. هديجي مسلا على او الملف اللي كنا نحمله اهوت. وهتقول له هنا مسلا هتلاقي برضوك هيكمل معك عادي خالص. مفيش فيه اي مشكلة. فهو البرنامج بيدعم اللي هو انك توقف التحميل وتحمل تاني. فمس برنامج ده بقى او يعني اللي بيميزه عن ان هو مجانا. مش هيجي يقولك بقى بعد ثلاثين يوم سجل ولا مش سجل ولا كام ده كله. فبس يا شباب بصراحة انا شاهد في نوع الموضوع يعني ما فيش في اي حاجة تاني ممكن تعملها. كله مسلا بوزة. ممكن بقى لو انت عحابب تلعب شوية في البرنامج وكده يعني ممكن تيجي برضو هنا على الستنج. وتيجي هنا في دولود دولود دي. انت هنا مثلا لو انت عايز تحدد مكان معين الحاجات اللي انت هتحملها تنزل فيه مسلا بس انت عملها فولدر الاول. لو فرضا مسلا هعمل الحاجات دي على الدسكتوب فرضا يعني. هديجي على دسكتوب اعمل لمسلا هنا كده بس. هو كده خلاص اي حاجة هتنزل بعد كده في التحميل او حاجة هيزيلك الفولدر الليل انت عامله ده. عايز ولا اλοchio عندك في او في اي برشان عندك بمنطقة البساطة. فبس يا ش describing ده حلقة النهاردة او كل موضوع النهاردة. لو عجبك الشرح ما تنخلش عليها بلايك كومنت جميل ازاي كده. لو انت مش مشارك في القناة. يسايني طبعا تنضموا للقناة وانطلق زر سبسكرايب. بس لو عندك اي مشكلة كتبالي في الكومنتات. وبس كده يا شباب. سلام.